من كبر قيمة الخبز في مصر يسمى بالعيش فلا عيش بدون عيش أو خبز في مصر وبالتالي يمثل القمح الذي يصنع منه الخبز سلعة استراتيجية مهمة بالنسبة للمصريين الذين يبلغ عددهم أكثر من 104 ملايين مصري وبالتالي ننظر إلى الحكومة كيف تتعامل مع القمح خصوصا بعد الأزمة التي وصلت إلى الحكومة بعد الحرب الروسية الأوكرانية خصوصا وأن روسيا وأوكرانيا كانت الدولتين الأكثر تصديرا للقمح والتي كانت تعتمد عليهم مصر في استيراد أقماحها ولكن أتت الحرب بما لا تشتهي السفن المصرية وبالتالي تحول مصر منذ بداية هذه الحرب أن توفر احتياجاتها حتى على مستوى القمح المحلي لأن موسم حصاد القمح يبدأ في أبريل وينتهي في أغسطس سوف تشتري الحكومة من المزارعين المحليين 4 ملايين طن بحسب ما تحدثت وزارة التموين وتجارة الداخلية عبر هيئة السلع التموينية المصرية هذه الأقماح سوف تشتريها الحكومة بسعر أعلى مما كانت قد وضعته في الموسم الماضي حيث رفعت الحكومة مستويات شراء الأرذب من المزارعين من ألف جنيه كانت قررتها في يناير إلى ألف وخمسمائة جنيه في الفترة الحالية أو في هذا الموسم وهو ما تراه الحكومة مربحا بالنسبة للفلاحين ليصل إجمال المخصصات لشراء القمح 45 مليار جنيه بارتفاع ب74% عن ما كان سابقا وبالتالي هذا يزيد على معدلات الشراء بـ 19 مليار جنيه أيضا ننظر في أسباب زيادة هذه المخصصات بطبيعة الحال خفض الاستيراد من الخارج نظرا لأزمة روسيا وأوكرانيا هذا من جانب أيضا عدم توفر السيولة الدولارية الكافية لتوزيعها وشراء الأقماح بها وبالتالي توفير سيولة الدولارية نظرا للمشكلة في النقد الأجنبي التي لا تزال تعاني منها مصر شاهدنا أيضا تراجعا في الاحتياط إلى 2.6 شهر بالنسبة لمصر وأيضا ترغب مصر في تشجيع الزراعة المحلية كون مصر أكبر مستورد عالمي للقمح وبالتالي تسعى مصر إلى هذا الموسم بالكثير من التحضيرات أولها رفع ساعات التخزين لخمسة ونصف مليون طن ونتحدث عن الصوامع التي أنشأتها الحكومة المصرية للتعامل مع هذا الأمر وأيضا قررت الحكومة سداد المستحقات للمزارعين في غضون 48 ساعة تستورد مصر نحو 10.5 مليون طن وذلك بحسب آخر بيانات في موسم 2022-2023 هذا فيما يتعلق باستيراد مصر من القمح والذي تسعى لتخفيضه بطبيعة الحال ننظر إلى الخطة المصرية لزيادة المساحات المزروعة من 3.6 مليون فدان وذلك بنهاية 2022 إلى 4 ملايين فدان وذلك في العام المقبل 2024 ليصل إجمالي ما تنتجه مصر إلى 10 ملايين طن هي الأخرى بطبيعة الحال مصر كانت تستورد 45% من احتياجاتها التي تبلغ 20 مليون طن سنويا وتستخدمها بطبيعة الحال أو تستخدم جلها في دعم الخبز بالنسبة للمواطنين شهدنا أن الأسعار المتعلقة بالقمح عالميا شهدت ترجعات واضحة منذ بداية عام 2023 وصلت إلى أدنى مستوياتها حتى قبل الحرب الروسية الأوكرانية بطبيعة الحال الاتفاق المتعلق بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا برعاية تركيا وبرعاية الأمم المتحدة كان سببا إضافة إلى زيادة الإنتاج في أستراليا كل هذه العوامل أدت إلى ترجعات لأسعار القمح وبالتالي مصر من خلال كل مقاومات تقدمها للمزارعين تسعى لتحقيق الاكتفاءة الذاتي من القمح وتوفير السيولة الدولارية ترجمة نانسي قنقر